موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم قام وزير الشباب وثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بزيارة إلى الموقع الأركيولوجي إغود والعديد من المشاريع الاجتماعية وثقافية وأخرى موجهة للشباب بإقليم اليوسفية واطلع الوزير على برنامج تثمين موقع إغود الأركيولوجي وتأهيل محيطة تقرير دون مستقيم تأهيل مركز الجماعة الترابية لإغود وتهيئة موقعها الأركيولوجي وكذا توسيع وتقوية المحاور الطرقية المؤدية للموقع وغيرها من المشاريع الاجتماعية والثقافية والتي سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع المعيشية للساكنة وخاصة الشباب مشاريع اطلع عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بن سعيد بمركز جماعة إغود إغود موطن أقدم إنسان في التاريخ شهدت استثمارات كبرى بعد الاكتشاف الأثري الهام مما دفع العديد من القطاعات الحكومية إلى الاهتمام أكثر بهذا الموقع ولسان حالنا يقول المغرب وانطلاقا من الأبحاث التي أنجزت هو مركز العالم في مجال الأبحاث الأركيولوجية وطنيا دائما اعتبر مشاركون في ندوة نظمة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أن الاستثمار في الأجيال القادمة يوجب البدء من الثقافة وأن الثقافة والاقتصاد متلازمان ولا يمكن الفصل بينهما رغد قابوري في المتابعة خلال ندوة نظمة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير دعا المتدخلون إلى الاستثمار في الجوانب الثقافية لسيما مع مغاربة العالم من خلال إحداث معاهد مغربية بالخارج حتى تجد الأجيال المستقبلية من مغاربة العالم مؤلا مغربيا هناك اللقاء شكل مناسبة لأعمال التفكير بخصوص دور مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني كما يجب تعبئة الاستثمارات في قطاع وعدة من قبيل المجالات المستقبلية كالابتكار فثروات المغرب تتجلى في التوفر على كفاءات كبيرة بكل أنحاء العالم التي لديها القدرة على إنشاء استثمارات في قطاع وعدة الحطة شكل مناسبة لأعمال التفكير بخصوص دور مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني كما تناول محاور تتعلق بواقع الاستثمار في المغرب تقويم واستشراف وسبول تعزيز الاستثمار وتطويره في المغرب من أجل مناخ أعمال جاذب وتنافسي على سعيد آخر وبمناسبة اليوم العالمي للغابات واليوم العالمي للماء نظمت بمدينة أجادير احتفالية تحت شعار الغابات والصحة وتروم المناسبة تنزيل مبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة على مستوى المؤسسات التعليمية هنأحاج والتفاصل الغابات والصحة شعار احتفالية نظمت في أجادير بمناسبة اليوم العالمي للغابات واليوم العالمي للماء ترسيخا لمبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة على مستوى المؤسسات التعليمية هناك ورشات المستنبات تتعلم عن تلاميذ النواد البيئة كيف يشدون تكاتور ويشدون التربية ويشدون التربية كذلك هناك عروض المشاريع البيئية في المدينة تظاهرة تميزت بمشاركة مجموعة من التلاميذ ساهموا في إعطاء انطلقة عملية غرس أشجار الأرغان بالمنطقة المحيذة لمطرح بكران للنفايات التلاميذ استفادوا من ورشات تكوينية حول تقنية تكاثر النباتات إعطاء الإنطلاق الاستغلال واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تم جمع تقادير لمطرح النفايات بكران يمكن أن ترى المستوى والروعة من حلال الجمالية من حلال التنظيم القاطنين بالقرب من مطرح بكران الذي كان يطرح إشكالات بيئية وصحية عانت منها ساكنة المدينة لسنوات إلا أن المسؤولين قاموا بتهيئته وتحويله إلى فضاء إيكولوجي متميز شكل قفزة نوعية في المنطقة في موضوع آخر وبمدينة النظور عقدت الوكالة الحضارية للنظور دريويش جرسيف مجلسها الإداري في دورتي الخامسة عشرة المجلس خصص لتقديم أهم المجازات برسم هذه السنة وعرض برنامج عملية هنا أحاج في المتابع في دورته الخامسة عشر انعقد مجلس الوكالة الحضارية للنظور دريويش جرسيف بمدينة النظور المجلس خصص لتقديم أهم الإنجازات برسم 2022 وعرض برنامج عملها لسنة 2023 والمصادقة عليها تم تقديم حصيلة إنجازات الوكالة الحضارية برسم سنة 2022 وكذا برنامج عملها 2023 و2025 البرنامج سيعطى الانطلاق لمجموعة من الضراسات التعميرية وبتحيين وثائق التعمير المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز في الأقاليم الثلاث خلال هذا المجلس تم تقديم 30 وثائق لكات الشغل على الوكالة الحضارية حيث تمت المصادقة على 6 وثائق برسم هذه السنة الاجتماع عقد في مناخ تطبعه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى المطروحة في المغرب والتي تستوجب أعادة التفكير في آليات الاشتغال لتعزيز قدرات هذه المجالات الترابية وتخطي إشكالية هذه التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات في شان الدولية مشاهدين حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من اقتراب العالم من نقطة التحول فيما يتعلق بقضية تغير المناخ حيث قال قبل اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي قال بأن العالم بحاجة إلى عمل دراماتيكي وبحاجة إلى أجندة تسريع نتابع تقرير رضو المستقيم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أعرب عن قلقه تجاه المناخ مشيرا أن العالم يقترب من نقطة التحول بعد أن قال تقييم جديد من العلماء إنه لم يعد هناك وقت لتضيعه في معالجة تغير المناخ وفقا لتقرير نشرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة لأمم المتحدة IPCC يجب خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول منتصف عام 2030 إذا كان للعالم أي فرصة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجة مئوية فاصل خمسة فوق مستويات ما قبل الصناعة وهو أمر أساسي حسب الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس وفقا للمسارات الحالية فالكوكب يسير على المساري الصحيح للاحترار بمقدار ثلاث درجات مئوية فاصل اثنين بحلول نهاية القرن ولا يزال من الممكن أن ترتفع درجات الخرارة بمقدار درجتين مئويتين فاصل اثنين على الأقل حتى إذا تم الوفاء بالتعاهدات الحالية دولياً دائماً من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الصراع الروسي الأوكراني والأمن الغذائي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وكذلك المصادقة على خطة لتكثيف توريد قذائف المدفعيات إلى كييف وذلك في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تابع تقرير دقابور من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الصراع الروسي الأوكراني مع الأمن العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بما في ذلك الأمن الغذائي والعقوبات وكذلك المصادقة على خطة لتكثيف توريد قذائف المدفعيات إلى كييف جوتيريش يحل ضيفاً في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أيام من تجديد اتفاق بواسطة الأمم المتحدة وتركيا بشأن التصدير الآمن للحبوب الأوكراني عبر البحر الأسود المسؤولون الدبلوماسيون من المرتقب كذلك أن يناقشون الخطة التي وافق عليها وزراء الخارجي يوم الاثنين الخاصة بإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال العام المقبل من خلال الحفر في المخزونات واتخاذ خطوة تاريخية نحو الشراء المشترك حكومة زيلنسكي أبلغت حلفائها الغربيين أنها بحاجة مست إلى كميات كبيرة من قذائف 155 وحذر المسؤولون من أن أوكرانيا تحرق القذائف بوتيرة أسرع من قدرة حلفائها على إنتاجها مما أدى إلى تجديد البحث عن الذخيرة وسبل تعزيز الإنتاج في شان الدولية دائماً وافق البرلمان السويدي أمسي رسمياً على مشروع قانون يسمح للبلاد بالانضمام إلى الناتو في انتظار التصديق على طلبها من قبل جميع عضاء الحلف الثلاثين وهي عملية لا تزال تنتظر المصادقة النهائية وإذا تم قبول السويد في التحالف فإنها ستنهي قرنين من عدم الانحياز العسكري للبلاد تقرير بدرزاي البرلمان السويدي وافق على مشروع قانون يسمح بانضمام البلاد إلى حلف الناتو تم تمرير مشروع القانون كما كان متوقعاً بأغلبية صاحقة ب296 صوتاً لصالحه و37 صوتاً ضدها إذ أن حزب اليسار وحزب الخضر هما الحزبان الوحيدان الذين عارضاً لاقتراح السويد تنتظر التصديق على طلبها من قبل جميع أعضاء الحلف الثلاثين وإن تم قبولها في التحالف فإنها ستنهي قرنين من عدم الانحياز العسكري للبلاد طلبت السويد وجارتها في اللندا الانضمام إلى التحالف العسكري عبر الأطلسية العام الماضي رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لكن العملية تعرقلت من قبل تركيا التي لم تؤشر بعد مع المجر على طلب العضوية هذا على صعيد آخر رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً مواصلاً سياسته الرامية إلى كبح التضاخم المرتفع رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع والتي قد تثقل كاهل الاقتصاد نتابع البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بربع نقطة أساس إلى 5% تمثل هذه الزيادة التاسعة على التوالي منذ مارس 2022 وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007 مواصلاً سياستكبح التضخم قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول إنه تم بذل جهود لخفض التضخم إلى 2% بمرور الوقت بينما قال رئيس البنك المركزي إن عملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل ومن المرجح أن تكون وعرة بعد رفع سعر الفائدة خفضت دولار الأمريكي بشكل ملحوظ في أواخر التعاملات الأربعاء حيث استوعب المشاركون في السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن الأسعار علاوة على ذلك تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد الأربعاء نختم مشاهدنا النشرة من مدينة الجديدة حيث ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد حفل افتتاح مصرح محمد سعيد عافيفي بعد إعادة تأهيله وشكل هذا الحفل أيضاً فرصة للوزراء الوصية للإعلان عن تعيين رئيس جديد للإدارة الفنية لهذا المصرح نتابع تقرير سكينة مسوية وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ترأس حفل افتتاح مصرح محمد سعيد عافيفي بعد إعادة تأهيله بالجديدة وتميزت مراسم الافتتاح بتقديم كتاب للوزير بعنوان لو حدثوني عن المصرح الجديدي هذا الافتتاح هو افتتاح لمصرح لي عنده تذكر أو عنده تاريخ مهم هنا في مدينة الجديدة وحتى على صعيد الوطني وبالطبع عنده علاقة خاصة مع الجمهور دي المدينة الجديدة وحتى مع مجموعة الفنانيشطانين اللي يكبروا معاه الحفل شكل فرصة للوزارة الوصية للإعلان عن تعيين هشام بهلول رئيسا للإدارة الفنية لمصرح محمد سعيد عافيفي إعادة فتح لواحد المعلمة مصرحية كبيرة جدا اللي مرت عليها أسماء عالمية ووطنية ومحلية القاعة يعني تكون مؤهلة بصورة أكبر الاحتضان لأعمال المصرحية الكبرى إن شاء الله الزيارة تندرج في إطار برنامج الوزارة الذي يشمل سلسلة من الزيارات إلى مجموعة من المدن والأقاليم بالمملكة بهدف الوقوف على حالة البنية التحتية الثقافية وتلك المخصصة للشباب ختم هذه النشرة مشاهدين للمزيد من الأخبار كالعادة زوروا مختلف منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء